لم يكن مفاجئاً خبر زيارة وفد سعودي إلى صنعاء والتي تمت وفق الإعلان السعودي لدواع إنسانية لأنها بحسب مراقبين امتداد لتلك التي بدأت في 2016 في ظهران الجنوب لم يعلن الطرفان عدد الأسرى المشمولين بهذه المحادثات لكن التوثيقات المنشورة أظهرت لقاء الوفد السعودي بأسرى سعوديين في ظل هذا التقارب السعودي الحوثي تحت لافتة الإنسانية يثار التساؤل عن غياب الإنسانية في التعامل مع أسرى الشرعية الذين قضى عشرات منهم بفعل التعذيب والإهمال الطبي المقصود وآخرهم الشهيد عبدالوهاب الشاجع الذي أكد شهود عيان أنه أسر وهو جريح ينزف وبإعلان وفاته نتيجة الإهمال الطبي المقصود أصبح الشاجع عنواناً فاضحاً يؤكد كيفية تعامل ميليشيا الحوثي الإنقلابية مع أسرى الحرب الذين تحثوا الاتفاقات والمعاهدات الدولية على حقهم في الرعاية الطبية فضلاً عن ما يحفظ سلامتهم وكرامتهم أثناء فترة احتجازهم بحكم وجود مكتبهم الرئيس في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي يتحفظ صليب الأحمر على الإجابات عن تساؤلات الأهالي والجهات الحقوقية بخصوص مصير كثير من المخفيين قسراً سواء أسرى أو مدنيون لكن التساؤل باق عن المسئولية القانونية وقبلها الأخلاقية للمجتمع الدولي ممثلاً بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ ومعه المنظمات الدولية تجاه الأسرى اليمنيين والمخفيين قسراً في سجون ميليشيا الحوثي على الأقل إسوة بالأسرى السعوديين والحوثيين